أهلاً وسهلاً بكم أعزائي مشاهدي قناة WTV الفضائية وحلقة جديدة من برنامج أونلاين في هذا البرنامج سنتطرق إلى كافة المواد التي ممكن أن تساعد وتساهم في الفائدة وإنجاز شيء علمي إلى طلبتنا الأحبة اليوم هي الحلقة الأولى من هذا البرنامج نتمنى من كل مشاهدي طلبتنا الأحبة الأكارم المتابعة وأيضاً انتظار هذا الدرس في تمام الساعة العاشرة من هذه القناة التي بادرت بشكل وطني وبشكل عفوي وبشكل حقيقة استثمرت هذا الوقت العصيب وهذا الوقت الاستثنائي الذي مر فيه البلد بالتالي انطلقت هذه المبادرة برعاية هذه القناة وهذه المؤسسة التي طالما كانت هي في الصف الوطني وفي صف العلم وفي صف الطلبة إن شاء الله من خلال هذا البرنامج أود التعريج على أدة نقاط أولها أن هذا البرنامج سيتطرق لكافة المواد ومن ضمنها مواد الصف السادس عدادي باختيار أفضل الأساتيذ من خلال هذه الشاشة وأيضا أود من طلبتنا الأحبة الأكارم في حال انتظار هذه الحلقة والحلقات القادمة عليهم أن يواضبوا على جلب الورقة والقلم وحقيقة نحن عازمون على أن هذه المسيرة ستساهم بشكل في رفع الدرجة وتحقيق المئة الدرجة لبقية الطلاب في مراحل السادس عدادي ومراحل المتوسطة وكل المراحل أيضا لدينا برنامج وطني سنساهم به نحن في هذه القناة لأجل الوطن لأجل طلبتنا الأحبة وسنكون إن شاء الله عند حسن النوايا بالاختيار أيضا وفي التقديم أيضا أحبة الأكارم دعونا الآن نرحب بضيفنا لهذا اليوم ومدرس مادة الإسلامية الأستاذ زكي النهيري أحلى وسهل بك أستاذ زكي أحلى وسهل بكم أستاذ زكي طبعا أنت مشكور بداية وأنا نيابة عن كاذر القناة أبعت لك بهذا الشكر لك بالذات ولمجيئك من محافظة النجف لكن حقيقة نود اليوم أن نستثمر هذا الوقت في إعطاء فرصة وإعطاء معلومة ومنجز إلى طلبتنا الأحبة طلبة السادس الإعدادي في مادة التربية الإسلامية طبعا بدأنا التربية الإسلامية على اعتبار أن التربية الإسلامية هي انطلاقة لكل المواد وهي إن شاء الله فاتحة الخير بإذنه تعالى أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لهذه الاستضافة وشكرا لهذه القناة وشكرا لحضرتك سيد درغام وإن شاء الله طلاب السادس الإعدادي اللي أنا يعني أحسبهم أخواني وأصدقائي إن شاء الله ونقول طالب السادس حين ش نقدم له هو قليل بحقه أنا سمي طالب السادس صفة السادس الطالب الضيف ليش طالب الضيف؟ يعني طالب السادس مكانه مو بالمدرسة مكان إن شاء الله بالجامعة فإن شاء الله نحن من خلال شاشتكم الكريمة إن شاء الله سنبدأ بالشرح مادة التربية الإسلامية والكلام كثير سأقول التربية الإسلامية لأنها من الدروس المهمة المفيدة للطالب لصف السادس العذابي سيد زكي طبعاً عندنا حقيقة سؤال يتبادر الذهنة وكل الطالب يسئلونه طريقة وآلية قراءة مادة الإسلامية بالنسبة للطالب يعني ما هي الطرق المختصرة التي تساعد في رفع الدرجة في انتحان البكالوري حقيقة بما أنه اليوم سادس عدادي بالنتيجة نحاول قدر إمكان أن نصل قبل البدء بالشرح المادة ما هي الآلية أو الطريقة أو خطوات قراءة مادة الإسلامية هل يستعين الطالب بالقلم ورقة هل يحتمد على المواد الشفوية هل يحفظ هل يحفظ هل يفهم هل يدرف هذا كله طبعاً نحاول قدر إمكان أنه انأطر في إطار تربوي من جنابك أحسنت أستاذ درعب بالبداية قبل لا نروح للطرق خلنا نعرف مادة تربية إسلامية وأهميتها لصف السادس العدادي بالذات أكفت مقولة تقول أن النقيضان لا يجتمعان هنا بالتربية الإسلامية صارت لأن النقيضان يجتمعان جيد جداً أستاذ زهر أستاذ زكي عفواً أتمنى أنه حقيقة ندخل في الجو باعتبار أنه اليوم الطالب الآن منتظرينه ومن خلال أيضاً وقفتك على الصبورة أو وقفتك على الشاشة تقدر أيضاً تضيف إلينا أي معلومة تقدرها تقدر تتفضل على الصبورة وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الأحبة بناتي أبنائي طلاب الصف السادس الإعدادي مثل ما قبل قليقة الأستاذ ضرغام أن التربية الإسلامية عندنا في المقولة تقول النقيضان لا يجتمعان ولكن بدرسنا درس تربية الإسلامية لمنهج الصف السادس الإعدادي النقيضان يجتمعان كيف؟ ما نجتمعان نقيضان يعني شي ما يشبهش فيها بس شون نجتمعان؟ نحن نقول بالتربية الإسلامية اجتمعان التربية الإسلامية منهج الصف السادس الإعدادي هي من أسهل المواد يعني مادة سهلة جاي نشرحها مجتمعنا آية قرآنية حديثنا بو شريفة تقص من قصص الأنبياء الجميلة اللي رب العالمين يقال عليها نحن نقص عليك أحسن القصص هذه المادة السهلة شون راح تصير مهمة صارت من أهم المواد مادة التربية الإسلامية بابا احنا ناخذ بها يعني أقل شي مية يعني ما نقبل غير المية فصار عندنا هنا صارت عندنا أسهل مادة وأهم مادة هاي المية شلون تفيدنا؟ تفيدنا لا سامح الله طالب معين ما حالف الحظ في درس معين مثلا فيزياء المواد العلمية أو تاريخ مثلا مواد الأدبية ما حالف الحظ ياخد درجة اللي هو باللي هو يريدها بس شعند درصيد؟ عند درصيد اللي هو يمية بالتربية الإسلامية الكلام كثير حول التربية الإسلامية والريد احنا إن شاء الله نختصر الدرس إن شاء الله اليوم أول درس عدناهو أحكام التلاوة شن أحكام التلاوة؟ أحكام التلاوة اختصلكم dominatedها مثلا هي طريقة القراءة طريقة قراءة القرآن الكريم لازم تكون شنوى دقيقة لأن هذا كلام الله عز وجل مو كلام مثل بشر أو مؤلف أو كذا أو كذا لا هذا كلام الله عز وجل وكلام الله لازم ننطق به بالصورة الصحيحة أحكام التلاوي للصف السادس الإعدادي أرجعكم شويه الأول متوسط أحكام التلاوي بالأول متوسط أخذنا عدنا مثلا حروف المد والقلق للصغرى والقلق للكبرى نجحنا الثاني نجحنا الثاني نجا مد المد ومدي العارض اعتقد نخص 1978. لدينا مد المتصل ومد المنفصل ومد البدل نحنا زال مسئول رابع لدينا أحكام الرائع تفخيم وترقيق تجحنا الرابع لدينا تجه.... م 당연ب وضغام متقاربين. اليوم احنا وين صف السادس؟ صف السادس عندنا شون احكام التلاوة؟ عندنا احكام النون الساكنة والتنوين. مادة جداً سهلة وجداً بسيطة وان شاء الله راح نتعود عليها ونشوفها من خلال هذا الدرس ان شاء الله. احكام النون الساكنة والتنوين. راح نعرف شن النون الساكنة وراح نعرف شنو التنوين. ما هو النون الساكنة؟ حرف هو إنوا شنو? حرف. حرف. حُــن خالنت من الحركة. من اسمة ساكنة. يعني организonna حركة؟ يعني ما بي حركة. نحن الحركات شاء عندنا؟ عدنا ضمّة أو عندنا فتحة أو عندنا كسرة. هذا الحرف شمــيodi؟ خالي من الحركة. من تعرفنا هذا الحرف، إنه الساكنّ خالي من الحركة وين نحن؟ راح نحن نحن نحوlerde similar. مرة نحن نحنção descendants'', مرة نحن近؟ بأفعال والأسماء ، مرة؟ بالح giving them. يعني في جميع الكلمات، هذه الكلمة، من يل تتكون الكلام بصورة عامة؟ أفعال وأسماء وحروف، النون الساكنة أين نلقاها؟ بالأسماء والأفعال والحروف، وين تأتي هذه النون الساكنة؟ يأما في وسط الكلمة، يأما في آخرها، مثل هسا عدنا سندس، هناش لقينا؟ سندس، اسم، وين أجتنا النون الساكنة؟ في وسط الكلمة، مثل عدنا فعل ينظر، وين لقيناها؟ لقيناها في وسط الكلمة، وهذا شنوه؟ هذا الفعل، عدنا مثلا حرف، اللي هو حرف جر، من؟ ولقيناها في نهاية الكلمة، اللي هي هسا النون الساكنة، خلصنا النون الساكنة، وين الروح؟ الروح إلى التنوين، إحنا مادتنا، يعني هات خلوها ببعضكم، نون ساكنة والتنوين، خلصنا النون الساكنة وين نروح؟ الروح للتنوين، ما هو التنوين؟ عدنا بعضها، تنوين الضم، وتنوين الفتح، وتنوين الكسر، النون الساكنة قبل شوية أخذناها نلقاها بجميع الكلام مثلا نلقاها بالحروف والأفعال والأسماء لكن التنوين وين نلقاه سيد زكي طبعا الآن تسمحنا سيد زكي مداخلة أيضا باعتبار أنه التنوين بعض الطلبة يواجهونكم في هذه المشاكل أنه التنوين هو أكو فرق بين التنوين والحركة التنوين الضم مثلا هو الحركة ما فوق الضمة الحركة المضعفة المضعفة يعني عادة التنوين يأخذ بنظر الاتبار أو يأخذ بالمفهوم الجمع لدى الطلاب على أنه التنوين هو كل الحركة هي تنوين الآن عدنا الضمة أو عدنا بعدها فاصلة أو ضمة مقلوبة إذا أجاز التعبير أو فتحتان هذه الفتحتان الفتحة الفوق التي نسميها بالأعلى لربما هي تكون التنوين يعني الطالب لازم أن يميز بين التنوين الحركة المضعفة الحركة المضعفة الحركة المكررة أو الكسرة المضعفة أو الضمة الحركة التي تكون مقلوبة هي هذا التنوين أما الضمة يجب أن ينتبه أيضا هذا الطالب لربما هذا من اختصاص اللغة العربية لكنه أيضا أكو امتزاج ما بين اللغة العربية والتربية الإسلامية أحسن فضل السلام هنا سنرجع مثل ما مداخلة أستاذ أرغام مشكورا أدنا بابا شنوى تنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين الكسر هذا نواني جنة التنوين بصورة عامة تنوين الضم والفتح والكسر يجينا في نهاية الأسماء فقط يعني ما راح نلقى لا بالأفعال ولا بالحروف مثل عندنا النون الساكنة قبل شوية لقناها بالأفعال وبالحروف والأسماء ولكن التنوين ما نجينا فقط في نهاية الأسماء هل أني بابا شنوى مثل هسم بموتان والفتحتان والكسرتان ذنني الهن حالات معينة هذنني النون الساكنة والتنوين راح نعرف شنون حالات معينة الهن ذنني أربع حالات هسا إن شاء الله إذا نقلب الورقة اللي بعدها راح نعرف باب حالات النون الساكنة والتنوين واشتون راح تجينا بالقرآن الكريم أذا أمكن استاذ رغان مستخدم الصبورة طبعا الصف صفوك استاذ أحبة الطلبة شوية بالكم يمي تخلوه لنا راح نبدي بدرسنا يعني قبل قليل أخذنا النون الساكنة والتنوين هسا راح نعرف حالات النون الساكنة والتنوين أنا أرجو المعذرة لنخطع الصبورة مذاق الخط هذه النون الساكنة مرات تجينا في بعض الرسم القرآني هكذا السكون كرأس الحاء هسا السكون اللي متعودين عليها هذه الدائرة الصغيرة زيلا ولكن تجينا شنو مرات في رأس الحاء مثل ما قلنا لكم هاي شنو هاي تجينا وين في وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة هسا راح نتعرف عليمن على الحالات اللي اتمر بيها النون الساكنة والتنوين خلي للمشاهدة حتى نقدر يكتب مننا أنا أستغل هذا الجزء أنا ما راح أخذ كل الصبورة هاي النون الساكنة هنا وتنوين الضام وتنوين الفتح وتنوين الكسر مادتنا الأساسية شنو النون الساكنة والتنوين عندي بجه المقابلة 28 حرف المن للغة العربية شا ريت هسا هنا أنا هسا هنا أريد بابا أريد فد حلقة وصل فد عامل مشترك راح يربط لي النون الساكنة والتنوين ويامن مع ذن الحروف اللي هنش قد 28 حرف ش أنطونا؟ أنطونا أربع حالات قالوا ذن الحالات شا سونا بهن؟ تخلوهن عامل مشترك ما بين النون الساكنة والتنوين ما بين الحروف العربية الحالة الأولى اسمها الإظهار الحالة الثانية اسمها الإقلاب والحالة الثالثة اسمها الإضغام والأخيرة اسمها الإخفاء أربع حالات أدنى راح يربطن النون الساكنة والتنوين ويامن مع 28 حرف للغة العربية الحالة الأولى الإظهار والثانية الإقلاب والثالثة الإضغام بنوعه سنحن نأخذ إن شاء الله والأخيرة هي الإخفاء هس نجي إلى وصلنا علما إلى توزيع الحروف على النون الساكنة والتنوين اتقدمنا أول حالة اللي هو من هو اللي هو الأظهار راح ننطي حروف الأظهار من اللغة العربية راح ننطي بابش قد ننطي ست حروف الحروف الأظهار وهي أخي هاكي علما حازه غير خاسب سيد زكا هذا لازم تحفظ بالنسبة للطلبة هاي شلون مثلا ذن الحروف المتقطعة شلون مثلا نحفظه نحفظهن بجملة راح ننطيهم جملة للطلاب اللي هي جملة يعني شلون مثلا نأخذ الحروف الأولى من كل كلمة هسا مثلا أخي هاكي علما حازه غير خاسر شاخذنا من هاي الجملة أخذنا الحروف الأولى مثلا أخي أخي وحرفه هاكي هاكي ممتاز علما حازه غير خاسر جاي جدا من هاي المقولة شا أخذ أخذ الهمزة واخذ الها واخذ العين والحاء والغير والخاء صار عندي صار عندي حروف ممتاز صار عندي حروف الأظهار يعني ذا تحفظ بابا ذا تحفظ شنوه هاله الجملة تاخذ الحروف الأولى من يل من هادي الجملة راح يصير عندك شنوه راح يصير عندك حروف الأظهار واضح؟ هسا شنسوي قبل أن نذهب للقلاب، دعنا ندخل النون الساكنة والتنوين على اليمن على حروف الأظهار أستاذ الرغم، نطينا أي حرف من ذن الحروف دعنا نأخذ مثلا حرف الخاء مثلا عندنا آية قرآنية جتنا من خبر ما هي بابة هذه؟ جتنا نون ساكنة وجبعتها شنوه؟ حرف الخاء آن المادة الأساسية درسي شنوه؟ النون الساكنة والتنوين أبحث عليهم أدور على النون الساكنة والتنوين جتنا حسب هاي القرآنين جتنا شنوه؟ نون ساكنة لي هاي الآن جت منتظرها أريد أشوف الحرف اللي بعدها شنوه؟ شنو الحرف هذا المنتابع؟ لقيت حرف يا حرف حرف الخاء حرف الخاء المنتابع؟ تابع إلى الأظهار لأنه من حروف شنوه؟ من حروف الأظهار إذن هذه الكلمة صارت عندي صارت عندي أظهار ما هو السبب؟ ليش صارت أظهار؟ شنقول؟ نقول لي مجيء النون الساكنة وجاء بعدها أحد حروف الأظهار اللي هو من هو؟ اللي هو الخاء أعيد تريد تقول لي مجيء تريد تقول لي التقاء تريد تقول تلاب كيفك؟ هو السبب واحد شنو السبب هاي صارت أظهار؟ لانتقاء النون الساكنة مع أحد حروف الأظهار اللي هو من هو؟ اللي هو الخاء هاي ناخد هواين هسه؟ بقية العروف هم كذلك دعنا نأخذ مثلاً بالتنوين مثلاً عندي عذاب أليم ما هي المادة الأساسية يا بابا؟ المادة الأساسية النون الساكن والتنوين أخذنا مثال النون الآن نأخذ عليهم التنوين هنا جئنا هنا ما لقينا؟ لقينا التنوين ما لقى بعد التنوين؟ لقى بعدها ما هو؟ الحمزة الحمزة منهم أحد حروف الأظهار إذن هذه صارت إظهار ما هو السبب لالتقاء التنوين مع أحد حروف الأظهار اللي هو منه اللي هو الهمزة وكذلك بقية الحروف الأظهار يجينا في كلمة واحدة أو في كلمتين مثلاً استجدتنا بكلمتين راح نأخذها بكلمة واحدة مثلاً وانحر ما لقينا هنا يا بابا؟ لقينا نون ساكن ما إجا بعدها؟ إجا بعدها حرف الحاء حرف الحاء من هنا حروف من حروف الأظهار إذن صارت صارت أظهار ما هو السبب؟ لالتقاء النون الساكنة مع أحد حروف الأظهار اللي هو منه؟ اللي هو الحاء وكذلك شنوه؟ بقية الحروف مثلاً عين من عمل أو خبير عليم هم الصيد بالتنوين وكذلك النون الساكنة أستاذ زكي يعني أحنا بالنسبة أننا نطي قاعدة مبدئية على هذا الحروف الأظهار وطالب طبعاً حمل مسؤولة الحفظ بالنتيجة بضبط أننا ما يراد أن نفعل شيء أستاذ الظهار يعني هنا يصبح حروف الحلقة الستة لهذا أسم آخر حروف الحلقة الستة إذا أريد نحصر الموضوع في قاعدة معينة نقدر نقول حرف الأظهار زائد الألف والها والحاء والخاء والغين هذا المجموع يساوي عندنا أظهار هذا أظهار يعني شو قد ما تجينا نون ساكنة أو تنوين زائد أحد مباشرة يجي وراها أحد ذن الحروف راح يسمي عندي هالحالة هو الأظهار شنو يعني أثناء القراءة نظهر النون أنا أريد أن أضيف ملاحظة أو أخذ أفهم ملاحظة باعتباري يعني الآن أنا أعلم من عدك الله يسمعك أستاذنا هذا الأظهار يجب أن يلتفت الطالب أيضا إلى أن الأظهار لا يتم بين كلمتين فقط هو أيضا ممكن أن يكون في الكلمة الوحدة مثلا كلمتين مثلا خنقول من عملين من كلمتين ولكن كلمة وحدة ونحر يعني الأظهار يجوز في الكلمة أو في مقطع واحد أو مقطع هذا كمنا كمنا الأظهار وعذروني مثلا للشرح السريع وعذروني أيضا للخط الذي يعني متماع وروح بابا إلما للحالة الثانية اللي هي الإقلاب قبل شوية الأظهار طيناسة حروف الإقلاب أنتم شو تقولون كل واحده والكرم مالته الإقلاب راح نطي بابا حرف واحد فقط ليه إش هو استحقاق هذا مو كيف نعم إحنا ماشيين عليما على حكم معين أنا نقل للإقلاب يا بابا تمنتهي بحرف با فالبا شنوه؟ البا إلك زين الإقلاب بابا راح يجينا بقانون جديد راح يجينا بحكم جديد هو من اسم إقلاب يعني شوان مثل تقلب الشيء قلب الشيء يعني شوان فد وجه ثاني راح ينطي كياليش لأن قلب هذا الشيء زين الإقلاب من اسمه شنو القانون مع الإقلاب إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعدها مباشرة حرف با سوف تقلب النون الساكنة والتنوين إلى مين شون يعني أنا أقول لك شون بالقراءة أجتنا نون الساكنة أو تنوين مباشرة يجي وراها شنوه؟ حرف با بالتلفظ راح أقلب حرف النون الساكنة والتنوين ألمان إلى مين إذا نأخذ عليها مثال على موت نفهمها أكثر من طبعا أستاذ زكي نحن نداخل باعتبار لا بخدمتكم باعتبار ما نعيش معانات أو نعيش حالة الطالب نوياك يعني الطالب نحن لا يوجد أفضل مثل من طالب هو بداية أكتفوني بس حسنا مثلا أضعف الإيمان نحن نقدم لشيري الطالب نحن نقدم لشيري الطالب نحن نقدم لشيري الطالب نحن بخدم الطالب وهذه الاستفسارات أفوان هذه الاستفسارات اللي نحن نطرقها إليك من خلال هذه الحلقة هي استفسارات لسان حال الطالب بصراحة ربما قد نوفي في هذا الشيء أبنائنا وأخواننا وأصدقائنا وطالب السادس أنا عندي فتشي عظيم وشي قدم له أن يتقصروا إن شاء الله كل الطلاب أيضا باعتبارهم محاملين رسالة العلم الله سلمك سيدنا يلا باب نرجع علما للإقلاب ايش قلنا قلنا نون ساكنة أو تنوين يجي بعدها شنوه حرف باء اللي هو حرف إقلاب هسا مثلا أجتني من بعد خلي شوف شنوه آن شنو المادة الأساسية المادة الأساسية النون الساكنة والتنوين أجت منها نون الساكنة أنا قلت تستخدم اللون الأحمر إذا ممكن هذه الحركات لعملية إقلاب حرف النون وإلى باء يبشر يا أبا هذا إلى حمر إستار الضرغام إختار النام سمعوني بابا عدنا من بعد ما أجتنا هنا أجت نون ساكنة ما أجت بعدها أجت بعدها حرف الباء أنا جميع الحالات كل حالة أعرف شنوه أعرف الحروف اللي تابعة إلها حرف الباء من يا حروف خليت ذكر هكيدتم حاضينه من الإقلاب زيان من عرفت من الإقلاب الإقلاب بي حكم شنوه هذا الحكم شنوه هذا الحكم شنوه راح يسوي راح يقلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم إذن شنوه راح تصير هاي بابا نقلبها النون الساكنة إل من إلى ميم من أريد أحلها شنوه راح تصير ميم بعد وين راح تنون الساكنة هاي شباب انقلبت إلى ميم ما هو السبب لأن جاء بعدها حرف الباء وحرف الباء شي سوي يقلب النون الساكنة أو التنوين إل من إلى ميم هاي هم تجينا في كلمة واحدة أو كلمتين هسنا مثلاً إذن كلمتين أخذناها نخلنا أخذها بكلمة واحدة مثلاً عندنا أنبياء أنبياء إيش إجتنا بابا هنانا؟ إجاني نون ساكنة إيش إجا بعدها؟ إجا بعدها حرف الباء حرف الباء من يا حروف؟ من حروف الإقلاب زي الإقلاب شي يسوي؟ راح يقلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم أنبياء بالتلفظ شو راح تلفظ راح تلفظ أم بياء وراحة النون الساكنة النون الساكنة قلبناها المن إلى ميم شين السبب قلبناها بكيفنا؟ لا مو بكيفنا هذا الحكم هذا حكم الإقلاب يقول شو قد ما تجي النون الساكنة أو التنوين بعدها حرفة راح تقلب إلى ميم زي الإقلاب خلينا أخذها بالتنوين هذه تقلب عفوا أستاذ حبيب أستاذ الله زيكي تقلب فقط في اللفظ باللفظ؟ آه في الكتابة يعني هو اللي استعملوها القراءة قراءة عادية عادية بس بالشسم ينطيك فيها يعني شو مثلا هو يقول كل حرف حقه هو استحققه أصلا هو من الدرس عنوان أحكام التلاوة أحكام التلاوة أحكام التلاوة بس هاي أحكام التلاوة بس هاي أحكام التلاوة باب ترى عليه عشر درجات في الوزارة وثابت عليها الدرجة وجدا مهمة وجدا سهلة ناخذها حبيب السبب بعتبارك صار عندنا فسحة أنه نسألك هذا السؤال الطالب صفو السادس يعتقد أنه درجة من مية درجة التربية الإسلامية مع الترك كيف قد راح تتكون عندي كيف قد مجموحها يعني؟ تقريبا بالمية واربعين بالمية واربعين أنا من خلالك طبعا أود أن أشير إلى هذه النقطة المهمة جدا أحباء الطلبة أنه الدرجة مية واربعين يعني أنت عندك فسحة من خلين نسميها إذا خطأت في شيء معين أو خطأت في حالة معين عندك أربعين درجة أو ما استذكرت المادة ممكن تترك هذه لكن عندك مئة درجة هذه المئة تستحصلها من خلال مية واربعين واحد أحيانا من الطلاب أحد الطلاب يقول مثلا أنا ما أقدر أضبط مئة درجة طبعا بالمناسبة هي مية واربعين درجة وهذه المية واربعين درجة إليك حق تترك منعتها أربعين درجة كما ذكر الأستاذ هذه الأربعين درجة رح نتركها علما للمفاجآت لا سامح الله للحالات التي قد يعني ننساها أو قد نتغافل عنها في الامتحان للحالات الصعبة لربما لكن المئة درجة يعني ليست محكمة فقط في المئة درجة هي مية واربعين درجة أربعين درجة ترك يعني الطالب ممكن أن يخطأ طبيعي جدا في البكالورية لكن حتى هذا الخطأ أكو بديل إلى بديله هو الترك موجود الترك وبالنتيجة قادر على استحصال 100 درجة أيضا أشير إلى نقطة مهمة في قضية الإسلامية التربية الإسلامية منهج التربية الإسلامية هو المنهج الذي يتوقف عليه المعدل في الصف الثالث أدادي يعني ما ممكن التفريط بالمئة درجة في التربية الإسلامية باعتبارها يعني منهجية وسلوك درجة ومن خلال الطلاب يعني يعتبروها المادة الأكثر استحصالا للدرجة نعود أيضا إلى الأستاذ زهير النهيري ونعتذر عن هذه المدافع لا بالخدمة أستاذ أخذنا الآن الأقلاب بالنون الساكنة راح نأخذها بيمن راح نأخذها بالتنوين مثلا عدنا آيات بينات هنا لهذه الآية القرآنية آيات بينات شبيها؟ نحن نبحث على اليمن نبحث على النون الساكنة والتنوين هسا إجتني هنا شنوه؟ إجاني تنوين إيش إجا بعد التنوين؟ إجا بعد حرف با حرف البا شي سوي؟ راح يقلب النون الساكنة والتنوين أو التنوين المن؟ إلى مين؟ هاي آيات ماذا راح تكون؟ آيات بينات سوينا هنا شباب قلبنا التنوين المن إلى مين؟ ليش قلبنا؟ لأننا نحن من التزمين بحكم ما هو الحكم؟ نقول إذا أجت تنوين وبعده حربة راح شنوه؟ راح انقلبه إلى مين؟ خلصنا شنوه؟ خلصنا الإقلاب سيد زكي عدنا دقيقتين نقدر من خلالهم الإضغام والإخفاء نشير إليهم بإشارة سريعة حتى إن شاء الله نلتقي في حلقة ثانية إن شاء الله الإضغام أيضا إذا عفوا أحبتي الكارم مشاهدين الأعزاء نود أيضا الالتفات إلى نقطة مهمة وهي أن هناك حلقة ثانية للإستاذ في مادة التربية الإسلامية ستبث الساعة الثانية ظهرا إن شاء الله سنكمل فيها ومن خلالها ما تفضل به الإستاذ أود الإشارة أيضا إلى نقطة مهمة أننا في هذه القناة المباركة وهذه القناة التي من خلالها إن شاء الله نطل عليكم ونحاول قدر الإمكان أن نعطي مادة علمية مهمة نستطيع أن نصل بها أنا وأنتم وكل الكادر إلى تحقيق المئة الدرجة هدفنا المئة الدرجة في هذه المبادرة الوطنية المهمة التي أكرر أنه كانت برعاية قناة WTV ولكل المراحل إن شاء الله ألتقيكم في درس آخر إن شاء الله دمتم بخير في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر